في الصفحة التانية بناخد الجهود في السريعة بسرعة استنباط أصناف جديدة انتاجياتها عالية جدا ده واحد مبكرة النطج ده اثنين تلاتة بتقدر تتحمل متغيرات المناخية واربعة مقاومة الأمراض طيب التقاوي أو حلوة التقاوي دي التقاوي المعتمدة وصلت ليه أو وصلت لسبعين لموسم عشرين يعني سبعين صنف تقاوي معتمدة عالية الانتاجية بكل مصبطة لنقولتها لك لموسم عشرين تلاتة وعشرين طيب مصر شغل بحثيا على ايه كمان على زيادة أو العمل على استنباط عدد أكبر من الأصناف والتقاوي المعتمدة يصل إلى مية علشان موسم عشرين عشرين وبالتالي يبقى فيه عندك تنوع في التقاوي دي بتختلف على حسب اختلاف التربة وجودتها وتركيزات المغزيات اللي فيها ودرجة الحرارة والله أنا بزرع في تشكة ولا بزرع في الدلتة الجديدة ولا بزرع في الدلتة القديمة والأراضي القديمة ولا بزرع في الوادي الجديد دي وبتلاقي انت بتنوع عدد التقاوي وصلت لسبعين وبتكمل عشان توصل لمية طب توزيع الأصناف على المناطق زي ما كنت بقولك على حسب الظروف المناخية طباعة التربة علشان نحسن الانتاجية فرفع الانتاجية خدت بالك لما كنا لسه بنعرض احنا بإذن الله سبحانه وتعالى وصلين تقريباً لحوالي 22 أردب على الفدان الأردب 150 كيلو يعني احنا بنتكلم بالمتوسط من 3 طن ل3 طن و3 من 10 تمام؟ طيب التوسيع كمان في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للأمح إعلان السعر قبل الزراعة يعني المزارع هيبقى عارف إنه الحد الأدنى فكريم مسألة بتاعتنا هو ضمان سعري يعني الحد الأدنى للتوريد هيبقى كذا وطول ما الأسعار العالمية بتزيد يا عم إحنا بنزودك على حسب الزيادة بتاعت السعر العالمي طب السعر العالمي قال خلاص أنا اتفقت معاك اتفاق طب السعر العالمي استمر في الزيادة أنا برضو مكمل معاك فيش أزمة طيب تقديم بقى الخدمة وهنا في النهاية لما باجي أقول للناس يا جماعة ازرعوا قمح يبقى لازم كمان أنا كدولة أقدم له الخدمة سيبك بقى من أيام من آخر من أيام مبارك سيبك من الكلام ده اللي حصل في تشكة 97-98 ما تزرعوش قمح مش هنخش في القصة دي ده الكلام اللي تقال وعلى عهدت الراوي تقال عندنا مبرحة الهوى ده مش كلام يوسف مش فإنها دولة بقى فبقول يا جماعة أنتوا هتزرعوا قمح في المناطق دي وفي المناطق دي وفي المناطق دي وبالمناسبة هو دي أفضل طريقة علشان تعرف توفي بيها احتياجاتك طيب أنا لما أقول كده بقى يبقى لازم أدينه إيه الخدمة الخدمة تعالى نكافح الأمراض الأنواع المختلفة بقى من الأمراض أقدر أوفر لك ميكانة زراعية أقدر أعلمك إزاي تشتغل على مصاطب إيه لخ إيه لخ يعني أقدر أدي لك تدريب وتوفير على الخدمات بطريقة الزراعة والري الحديث بلوى مكافحة الأمراض زي ما بدي لك كمان التأوي المعتمدة طيب السعر الضامن اللي كنت بقولك عليه إحنا بدأنا بألف وبعدين كملنا لقينا السعر بيزيد قلنا طيب ألف ومتين وخمسين الله ده السعر وصل لألف وخمسمائة على الأردب حاضر عشان كده الدولة رحت مزودة الفلوس اللي موجهة للأمح إن احنا هنشتري به من المزارعين زادت حجم الزيادة عن العام المالي اللي فات 19 مليار جنيه طيب تعالي نشوف المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمح الحملة القومية للنهوض بمحصول الأمح ومبادرة إزرع ودي عملها التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي واستهدفت 150 ألف فدان وحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في ثم المحافظات طيب وليه صغار المزارعين عشان يزرع ويكسب وينبسط ويتشجع أكتر إنه يكمل فيه زراعة الأمح وبتوسع كمان في الميكانة الزراعية لما توسع في الميكانة الزراعية بتاعتي سواء إزا كانت في الزراعة أو في الحصاد فبعمل إيه بقلل الفائد مش أنا قلتلك تقليل الفائد يبدأ من طريقة الحصاد بتاعتي وصولا إلى الصوامع هذا المشروع العظيم وليه يقول لك أصل إحنا بدأنا مشروع الصوامع ده من زمان من قبل 2011 بجد طب ما تيجي نحسيبها بالورقة والقلم ونشوف إيه اللي تعمل قبل 2011 ونشوف إيه اللي تعمل من 2014 لحد دلوقتي هتزعلوا وأنا شاطر في كيفية إزعلكم حقيقي آه أنا غتت ابعدوا عني التوسع فيه مسألة الماكينة الزراعية طيب إيه كمان لازم يبقى فيه عندي نقاط تجميع ليه عندي نقاط تجميع لأن أنا لازم أقلل التكلفة بتاعة النقل يعني أنا عندي قادي الماكينة اللي بزرع فيه الأمح أنا كمان لازم أخلق نقاط تجميع ما بين الأماكن اللي بزرع بيها أمح علشان أقلل التكلفة بتاعة النقل وأقلل الفقد بتاعي وبالتالي على مستوى الجمهورية عندي عدد ضخم من نقطة التجميع عشان استلم القمح قريب من المزارع فقلل من مشقة التوريد اقلل من التكلفة بتاعت النقل اقلل من الفواقد بتاعتي طول ما السكة بتطول طول ما الفقد بيزيد طول ما السكة بتطول طول ما أنا بحط التكلفة زيادة مش بس بقى في الفقد ولكن تكلفة النقل والوقود تعالوا نروح على فلوس في 2.5 مليار جنيه مصري اتعملوا ايه بقى؟ اتعملوا في شكل تمويل من البنوك بفايدة ميسرة جدا تقريبا حوالي 5% طبعا دي فايدة بقتش موجودة لكن موجودة في مسألة القمح بالتحديد 5% دي بقى بتروح ايه للقمح طب بتروح لمين؟ لمية و14 الف مزارع فلما بعد كده اعمل الحصاب بتاعي واروح على الصوامع وده مشروع عظيم احنا لو لا لو لا المشروع بتاعي القمح زراعة ورقعة وكأصناف جديدة وخدمات تقدم وصوامع لا احنا كان زماننا بن كاكي دلوقتي حقيقي مش هزار هستورد قد ايه؟ وهستورد بكام؟ وهفضل طول الوقت معتمد على بره؟ يا نهار بيض فترافعت كفاءة منظومة الصامع والتخزين فيقلل الفائد وحافظ على المخزون بتاعي ويبقى في عندي توجيه بتسليم كمية كمان خد بالك بقى من الردى للمورد يعني راجل زرع قمح ده انا اشتريته منه حلو اديت له مثلا 1500 على الاردب جميل طب الراجل ده ممكن يبقى فيه عنده مثلا رؤوس مشاه وتحديدا صغر المربين عنده رأس عنده رصيد هو محتاج ردى عشان بيستخدمها في العلف بتاعه بيأكل بيها المواشي بتاعه طيب يا سيد انا هدي لك كمان 10 كيلو جرام لكل اردب هتورده كل اردب قمح هتورده ادي لك عليه 10 كيلو جرام